بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الثالثة هو قانون قاوز وقانون قاوز يعبر عن العلاقة بين الفيض المجال الكهربائي فاي خلال سطح افتراضي وقيمة الشحنة الكلية التي يحويها هذا السطح وبما أن فاي تساوي أن تكامل الخطي لشدة المجال الكهربائي لسطح مغلق هذه الدائرة هو عبارة عن سطح مغلق مضروف في المساحة وعندي فاي أيضا في المحاضرة السابقة وجدتها بأنه لشحنة نقطية هو عبارة عن مقسوم على أبسلونوت فإذا هذا الجزء يساوي هذا الجزء وبالتالي التكامل الخطي لشدة المجال الكهربائي يساوي كيو على أبسلونوت فتظهر هذه المعادلة من تساوي المعادلة تين فهذه المعادلة زين وهذه الكيو إن معناه أنه الشحنة في داخل السطح وليس خارجه خارج السطح قلنا تساوينا صفر وينص قانون قاوس إذن احتمادا على هذه المعادلة إن التكامل السطحي التكامل السطحي شوف تكامل السطحي للمركبة العمودية يعني هاي الدوت العمودية لشدة المجال الكهربائي على أي سطح مغلق لشدة المجال الكهربائي لأي سطح مغلق على أي سطح مغلق يساوي المجموع الكلي للشحنات الموجودة ضمن هذا السطح مقسوما على السماحية سماحية الفراغ اللي هي سميناها أبسيلونوت وهذه الكيو إن معناه مجموع كل الشحنات تشقد الشحنات اللي موجودة بالسطح مجموحا إذن كيو هي كل الشحنات الواقعة ضمن السطح الافتراضي في داخل السطح الافتراضي في داخل السطح الافتراضي نأكد عليها ملاحظة ملاحظة إذا كان السطح يحتوي على مجموعة من الشحنات مجموعة من الشحنات إذن الشحنة هاي كيو سبعة آي أن هذه هو عبارة المجموعة الجبري لكل الشحنات نجمع هذه الشحنات باتجاه نجمع جمعا جبريا هي وإشارتها فإذا المجموعة نأخذ سميشن لهذه الشحنات اثنين إذا كانت الشحنة ذاته توزيع متصل توزيع متصل يأخذ الجزء من الشحنة الواضع ضمن السطح الافتراضي ويهمل الجزء الواقع خارج السطح لأنه خارج السطح ما راح ينطيني فاي فاي تصبح صفر فإذا جزء الأول من المعادلة شي صير صفر فما أأخذه فأأخذ فقط اللي داخل السطح وليس خارجه ليش لأنه كيو خارج السطح الفاي تساوي صفر عندما كيو تساوي صفر إذا الفاي تساوي صفر إذا كان المجموع الكل للشحنات داخل السطح شي ساوي صفر هاي حالة ثالثة شون يعني يعني أنا قلت إنه كيو تساوي سميشن فإذا مثلا عندي مينص خمسة وبلس خمسة فالمجموع مالهن يساوي صفر فإذا ساوي صفر فالمعادلة أعلى تساوي صفر على قيمة يصبح صفر وبالتالي فإذا هذا الحد يساوي صفرا إذا فاي تساوي صفر إذا كان المجموع الكل للشحنات داخل السطح تساوي صفر أي شحنات متساوية بالمقدار ومتعاكسة في الاتجار المجموع الكل للشحنات يساوي صفر فإذا كان المجموع الكل للشحنات يساوي صفر إذن فاي تساوي صفرا حسنا نريد نعرف ما الفائدة من قانون غاوز إن العلاقة التي توصل إليها العالم غاوز تعتبر وسيلة سهلة يمكن تطبيقها على أي سطح مغلق يفترض وجوده لحل المسائل التي تتعلق بالمجال الكهربائي التي تتوفر فيه صفة التناظر يعني شنو يعني احنا تذكرون حسبنا المجال الكهربائي في الفصل الثاني وحسبناه وتطبيقاته واشتقاقاته وكان به نوع من الصعوبة نوع من الصعوبة هسه من نستخدم قانون غاوز لكل الحالات اللي حسبناها مو بدينا من الشحنة النقطية وبيدينا إنه على قرص وكرة وكرة مشحونة وقرص مشحون وصفيحة مشحونة هسه رح نحسب المجال الكهربائي المن لل شحنة للمجال الناشع عن شحنة نقطية الحالة الأولى اللي حسبناها بالفصل الثاني رح نحسبها بتطبيق قانون غاوز وإذا نحن نريد نحسب هسه باستخدام قانون غاوز نحسب المجال الكهربائي لشحنة نقطية وهذه الشحنة النقطية شوفوها هذي بالرسم بأنه تبعد مقدار P نفس الحالة السابقة تبعد نفس المثال السابق تبعد بمقدار P عن النقطة Q وإذن المسافة بين P و Q هي عبارة عن R وهذا R هو نصف قطر الدائرة هذه المنقطة إذن أول شيء نرسم سطح غاوز من النقطة P سنرسم سطح غاوز هذا المنقطة إذن هذا عبارة عن كرة نصف قطرها شنو نصف قطرها R ومركزها بأن Q مركزها هي في مركز Q هنا أنا من صار هذه الحالة أصبعت حالة بسيطة أطبق عليها قانون غاوز بالمحاضرة السابقة أخذناها بأنه قانون غاوز شي يساوي أن التكامل السطحي لشدة المجال الكهربائي لأي سطح مغلق يساوي أن Q IN على أبسلون هذه هي الحالة قلنا نكبر لكم حتى تشوف ها بشكل واضح هذه هي هذه هي المعادلة اللي يعتمد علي عدد Q جد عندي هنا هس هنا عندي Q وحدة فقط فإذن أعوض بدل Q وأبسلون أيضا هو هذا ثابت وموجود عندي إذن يبقى لي فقط هذا الحد الحد الأول اللي هو نحو اليمين وجدته لكن عندي نحو اليسار أنا الهدف من هذا أوجد المجال أوجد المجال إذن هذا دل تأس بما أنه هذا السطح منتظم فتتحول إلى ds e dot ds cos theta تصبح هذه المعادلة تصبح هذه المعادلة إذن هس هنا شنو هذه المعادلة راح تصبح عندي هذه المعادلة هذه المعادلة أصبحت إذن إذن إهنان بهذه الحالة بهذه الحالة cos theta يصير يساوي أنه 1 لماذا؟ لأنه الزاوية في المركبة العمودية على شدة المجال الكهربائي إذن أصبحت cos theta 1 فإذن e dot ds يساوي أن q على epsilon 0 فإذن هنان راح تصبح هذه المعادلة هذه هي المعادلة إذن هذا هو ثابت أصبح لأنه شحنة نقطية فإذن يخرج خارج التكامل تصبح عندي بس هذه هنان أنا شرسة متر سمت كرة فإذن أحسب مساحة الكرة فتكامل ds هو s جزء s هو s الكلية والs الكلية للكرة المساحة السطحية للكرة هو عبارة عن 4 by r تربية هو 4 by نصف القطر تربية فأعوض بهذه المعادلة تصبح هذه المعادلة وبالتالي فإذن عندي هنان راح أجي أقسم على 4 by r تربية الطرفين فهذه ويا هذه تروح فيبقى لشدة المجال الكهربائي تصبح 1 over 4 by epsilon note dot q over r تربيع وهذه هي نفس النتيجة اللي حصن عليها في الفصل الثاني باستخدام تطبيقات المجال الكهربائي لنقطة مشحون أو لشحنة نقطية واحدة هذا هو المجال الكهربائي لشحنة نقطية واحدة اللي أريد أنه تقارنونه بين هذا استخدام قانون قاز وبين استخدام تطبيقات المجال الكهربائي فرح تشوفون بأنه هي نفس النقطة نفس النقطة الحالة الثانية المجال الكهربائي على خط لا نهائي طول من الشحنات يعني شنو؟ يعني سلك سلك طويل مستقيم غير محدد لا نهائي يعني غير محدد يحمل شحنة موجبة مقدارها موزعة بصورة منتظمة بكثافة مقدارها دلتا أو لمدة احسب شدة المجال الكهربائي عند النقطة تبعد أي إذن شي يريد هنا يريد النقطة تبعد أي عن الشحنة عرفتش شون؟ بما أنه توزيع الشحنة متجانس إذن المجال عن الخط يكون باتجاه شعاعي وهذا ما اللاحظة شوفوا شوف المجال بما أنه فإذن هنا المجال شعاعي من بثق منين؟ من الخط وإن مقدار هذا المجال متساوي لجميع النقاط التي تبعد عن الخط بمقدار أي بمقدار أي يعني شنو الأي؟ هنانا تبعد هذا هو الأي اللي هو نصف القطر هذا هذا هو القطر إذن الأي هي نصف القطر مفهومة؟ إذن هنا هسش عندي عندي راح أشوف أطبق قانون قاوز اللي هو التكامل السطحي لشدة المجال الكهربائي يساوي لنا كيو على أبسلون وبالتالي يساوي هنا لما أعوضها تساوي لنا إي كو ساين ثيتا دوت دي أس هذه راح أطبقها ولكن إش عندي هنا أنا آني؟ عندي ثلاث حالات عندي ثلاث حالات بهذه الحالة الحالة الأولى لهذا السطح اللي هو عبارة عن قرص شوفوا هذا السطح اللي هو نصف قطرة وعبارة عن السطح الثاني هذا هذا الشكل اللي هو دائري وأيضا هذا هو دائري والسطح الثالث هو هذا السطح اللي أس اللي هذا هو السطح إذن عندي ثلاث حالات إذن لازم أجمع لثلاث حالات هذا الإي إي كوسين ثيتا دوت دي أس هذا لثلاث حالات وبالتالي لهذا لثلاثة سطوع إذن راح آخذ شدة المجال الكهربائي هاي شوفوها الكلية للسطح الأول وللسطح الثاني وللسطح الثالث السطح الأول باقي والسطح الثاني ثيتا تساوي تسعين ثيتا تساوي تسعين ولذلك هذا الشي راح يصير يساوينا صفرا لأن كوسين تسعين يخلص أخلص من عنده هذا صفر والسطح الثاني الثالث العفو أيضا يساوي صفرا فيبقى عندي فقط سطح واحد وهو هذا أسون وهذا أسون اللي يشوفونه هنا ليش لأن هذا شوف هذا اتجاه السطح عمودي فإذن الزاوية تسعين فهذا شي ساوي الفايمالت يساوي صفر ونفس الحالة منا هذا ويا هذا الزاوية تسعين فإذن يساوينا صفر فيبقى لي هذا السطح اللي اتجاهه باتجاه دي أس هذا السطح الاتجاهه باتجاه المجال فإذن هنا كوساين الثيتر رح لا يساوي صفرا وبالتالي فيضر لي هذه المعادلة وهذا هو إي برايم يعني إي ون إي تو إي ثري هسا هنا إي برايم رح أطلحها بقى عندي من أصبحت هذه المعادلة أصبحت عندي شغلة سهلة بأنه ال ال دي أس أقدر أطلع فهذه الكوساين ثيتر هو واحد فرح يصير عندي إي دي أس يساوي ن كيو على لمدة هذا التكامل رح أخليه بعدين أطلع لكن بدل كيو هنا قلنا كيو أكو شحنة يسموها شحنة طولية الشحنة الطولية هو عبارة عن موزعة بشكل منتظم على الطول وبالتالي فإذن أستخدم الكثافة الطولية هو هسا بالسؤال منطيني لمدة وهي الكثافة الطولية والكثافة الطولية هو عبارة عن مقدار الشحنة على طول السلك مقدار الشحنة على طول السلك وبالتالي فإذن إذا أنطاني طول السلك فإذن كيو شحن ساوينا ساوينا لمدة على على H اللي هو هذا طول السلك شوفوه قد ينطينينا طول السلك لمدة على H فأعوض فأصبحت E.D.S هذي راح أكبر لكم إياها إذن أصبحت E.D.S تساوي أنه Lambda H Lambda H على أبسل ونوت لأنها راح تطلع عندي هنا نشوفه هذي هذي راح أزغرها حتى تبين عندي ألا لو فإذن هنا الأي راح أطلع قيمة الأي شو تساوي أنه E تساوي أنه Lambda H على أس أبسل ونوت هذي هنا نعاني عندي الأس هي 2 by 2 by A فإذن تصبح عندي هنا هذه المعادلة تصبح هذه المعادلة هذه هي المعادلة النهائية هذه هي المعادلة لأن هنا نعندي المساحة السطحية المساحة السطحية 2 by A 2 by A يعني القطر 2 by A هو القطر مضروبة بمن؟ بطول السلك قطر السطح مضروبة في طول السلك أو طول السطح اللي هو بطول السلك فمضروبة بـ H فمن أعوضها هنا فمن أعوضها فش راح يصير عندي هنا من أعوضها هذه راح يصير عندي إنه الـ H ويهة الـ H تروح فيبقى عندي بس A تساوي أن 2 by A تساوي أن لمضة وبالتالي عوضها تصبح هذه هذه الحالة إذن هنا تحتمد فقط على الكثافة الطولية للشحنة وعلى بعد بعد المسافة عن السلك بعد المسافة عن السلك إذن شدة المجال الكهربائي تحتمد على حديا فقط أو حاليا أو متغيرين اللي هو الكثافة الكثافة الطولية للشحنة وهو هاي أصلا مرات يطينيها ثابتة وفقط البعد عن السطح أو البعد عن السلك يعني هذا الأي هو نصف قطر سطح قاوس شكرا جزيلا